بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه اهلا بيكم في قناتي النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نقشر الرمان بالطريقة صحيحة وكمان هنعمل مع بعض عصير الرمان وهنعرف سر اللون الاحمر الجميل بتاع عصير الرمان اللي بنشوفه في محلات العصير كمان هنعمل هوريكم ازاي ممكن نقدر نفرز الرمان بطريقة صحيحة برضو ويفضل معاكي طول السنة جميل وزي الفل اول حاجة هنشوف ازاي ممكن نقشر الرمان بطريقة صحيحة وكمان سهلة هتيجي كده داير ميدور الرمانة من الاطراف اللي برة ويتقطعي بالسكينة اه حوالين القشرة بس حاولي ما تدخليش لحد جوه بس القشرة بس زي كده وتبدأي بعد كده تفكي الاطراف بالراحة بس كده خلاص تبدأي بقى بايدك وتيجي بالنص كده وتحاولي تفكيها شوية لحد ما تخلع معاكي خالص زي كده جميل جدا وهتجيب بعد كده بالسكينة وكل الخطوط البيضة دي تنزلي بها كده في السكينة برضو تجراحي بس القشرة بالراحة ما تجيش ناحية البزور اللي جوه الرمان نفسه يعني بس القشرة على كل الخطة ابيض تنزلي كده بالسكينة وتبدأي بعد كده بصباعك كده من النص لبرا تمسك كل طرف كل جزء يعني قطعناه لوحده من النص كده لبرا برضو من النص لبرا كده بقيت الاجزاء كلها اه فتحت معانا زي الفل شايفين الجمال اه ما شاء الله اشهرناها وفتحناها بكل سهولة من دون ما تتهري او تبوز او تقطع بالسكينة وتجراحيها وتنزل منها عصير ومية كتير فتحناها زي ما ربنا خلقها سبحان الله بكل سهولة ونبدأ بقى نشيل الحاجات البيضة القشور البيضة دي وخلاص كده بقى نجهزة عندنا للأكل واخر جمال ما شاء الله حتى منظرها اصلا جميل هعمل معاكو واحدة كمان كده على السريع بنفس الطريقة هماريكو ازاي ممكن نفرطها برضو بطريقة سهلة جدا في دقايق اتكون خلصت معاكي هتقلبيها كده على ظهرها في بولا غويطة وبمطرقة عندك بمطرقة الخشب بتاعت البوفتيك والحاجات دي وتضغطي وتضرابي بقى بكل قلبك يعني ما تخفيش ضرابي جامد بص في دقايق بتخلص ترفعي كده بصباعك وتضرابي ترفعي شايفين صباعي عامل ازاي ترفعي كده كل جزء بصباعك توسعي بنصوابعك من تحت عشان ينزل الرمان وتضرابي جامد هينزل في دقايق خلصنا الرمان وكمان ارتحتي من انه هو بيسمر الصوابع فدي الطريقة دي سهلة وبتخلص بسرعة وكمان ياريت لو لابسة جوينتي يعني وبعد ما تخلصت شير الحاجات البيضة منها اللي هتنزل معاها وخلص خلصنا خد بالك لازم تحطيها في بولا تكون غويطة زي كده عشان بيترتش هو عملت واحدة كمان في دقايق ما شاء الله بتخلص يا جماعة بتاخدش وقت خالص الطريقة دي حلوة وبتريح هوريكوا بقى ازاي ممكن نعمل عصير الرمان هجيب بقى الرمانتين عملت رمانتين وفرطتهم وهنزل عليهم بمعلقتين سكر وهقلبهم كويس واسيبهم بقى ساعتين تلاتة كده براحتهم من حد ما ينزلوا الميا بتاعتهم زي كده نزلوا الميا بتاعتهم هاجي بقى اعمل عصير الرمانتين وهوريكوا السر الخطير بتاع اللون الجميل بتاع عصير الرمان اللي بنشوفه في محلات العصير برا جبت كبيات زي كبيات المحلات العصير اللي برا وهنزل بيها بثلاث او اربع معالق من الرمان وبعد كده هنجيب بقى ونشوف سر اللون الخطير اللي هو ايه بقى؟ اللي هو كركديه هنجيبي كركديه على كمية مياه وتسيبيه ساعتين تلاتة يلين وبعد كده تبدأ تصفيه وتزوديه كمان مياه وتحليه بالسكر على حسب الرغبة وهو ده بقى اللي هدينا اللون الجميل الاحمر بتاع عصير الرمان محلات العصير يا جماعة عمرها ما هتيجي وتكلف نفسها تعمل عصير رمان وكمان تحط لك رمان مع انه بيبقى غالي جدا لكن الحقيقة انه بيبقى اصلا عصير كركديه مش عصير رمان وبيحطه بس الرمان المتفرق بس كده كمنظر بيبقى جميل وشكله مغري مع انه بيبقى غالي جدا انه تقدري انتي بتمن كباية واحدة تقدري تجيبي رمان وتعملي في البيت وتشربي كل اللي في البيت عندك بتمن كباية واحدة ونضيفه تحت ايدك كمان خدوا بالكو العصير احلى حاجة انك متشربوهش دلوقتي هتحطيهم زي كده مع بعض وتسيبيهم في التلاجة يوم كامل صدقوني جربوا بس انتم اعملوه يوم كامل واسيبوه في التلاجة زي ما هو كده وتعالوا تاني يوم اشربوه اخر جمال في الدنيا بجد بس انتي سيبيهم ليلة كاملة منقعين مع بعض وهتاخدي احلى عصير رمان الرمان دلوقتي موسمه وكتير في السوق فعايزين نستفاد منه متقولوا ليش الدنيا بارد ولا الحاجات دي احنا مجرد ما بنطلع برا ونشوف محل العصير ونشوف اللون الاحمر الجميل بيغرينا وبنشتريه على طول طيب عايزين نخزنه هنخزنه ازاي هنعمل نفس الفكرة عملت هنا فرطت اتنين رمانة وحطت عليهم معلقتين سكر والاضافة بس عشان اخزنه هعمل هعصر عليهم لمونة كبيرة لمونة كبيرة جماعة على الرمانتين وهقلبهم كويس ولو قابلتني حاجة من الاشور البيضة اشيلها وبعد كده هبدأ بقى اخزنهم في كياس حفظ الاطعمة او في برطمانات لو انتي ما عندي كيش في الفريزر مكان كويس يتحافظ فيه الحاجات دي عشان ما تتهريش يعني ما فيهوش هرس كتير ما فيهوش حاجة ممكن تضغط عليه وتهرسه خلاص تمام حطيهم في اكياس زي كده لو انتي ما عندي كيش والدنيا زحمة عندك وما فيش مكان عندك فاضل الحاجات زي كده اللي هي حساسة وممكن تتهري خلاص هاتي برطمان بقى ويخزنيه جوه البرطمان بحيس يبقى يحفظه من اني حاجة تدوس عليه او حاجة اه تعصره او تبهدله جوه الفريزر والطريقة دي هيتحفظ معاك ان شاء الله من السنة للسنة وبعد كده في اي وقت تحتاجي تطلعي من الفريزر زي ما هو بالتلج بتاعه على عصير الكركديه اللي احنا زي ما عملنا من شوية تمام زي ما هو بالتلج بتاعه على عصير الكركديه وانتي به طبعا يوم كامل كده مع بعض زي ما قلتلكو قبل كده اتمنى اكون اغطيت كل الافكار عن عصير عن الرمان وعن تخزينه وعن تفريطه وعن تأشيره وعن العصير بتاعه اه ويكونوا استفدتم من معلومات دي ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعالوا بجرس عشان وصلكم اشعارات بوصفاتي الجديدة كنت معاكم سحر ابو القاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته